مرة تلو الاخرى يثبت رجال العراق وحماته في المديرية العامة للاستخبارات والامن في كاركوك التابع لوزارة الدفاع انهم ذراع الوطن الضاربة والمحاقة للارهاب بما يحملونه من صفات الدقة والفراسة وسرعة الفعل والمهنية والمثابرة وزارة الدفاع وفي بيان لها اشارت الى اخر عملية امنية نوعية للمديرية للاستخبارات والامن في كاركوك والتي تمكنت هذه المرة وعبر مفارزها وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة من تفكيك خلية تنتمي لعصابات داعش الارهابية واعتقال اربعة من عناصرها كانوا يشغلون مناصب امراء مفارز امنية في التنظيم هذه الخلية وعناصرها المجرمة مسؤولة عن تنفيذ العديد من العمليات الارهابية والتي كان من بينها تفجير عبوات ناسفة استهدفت امن المحافظة اضافة الى التخطيط لاستهدف امن كاركوك بواسطة العجلات المفخخة خلال شهر رمضان المبارك هذه العملية الاستباقية وسابقتها تؤكد ان امن الوطن وارواح مواطني في اياد امينة وقلوب عاهدة الله على المرابطة والدفاع عن كل شبر من ترابه لتجعل منه قلعة حصينة وعصية على براثن الارهاب الاسود ولينعم ابنائه بالطمانينة والسلام اشتركوا في القناة